وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور إسماعيل المحشي دكتور إسماعيل أهلا بك ما تعليقك على هذه الرسالة من 15 عضو في الكونغرس الأمريكي موجهة للمدعي العام ورئيس جهاز الـ FBI لمطالبتهم وحدثهم على فتح تحقيق في جرائم حفتر بوصفه مواطنا أمريكيا صفعة سياسية قوية لأعداء الدولة المدنية ولأعداء الدولة الديمقراطية شاهدنا هذا الحراك السياسي من قبل الكونغرس الأمريكي نتكلم عن حراك من داخل أمريكا يدين هذا العدوان ويدين خريفة حفتر إدانة واضحة بأنه ارتكب جرائم حرب في ليبيا وهو يعتبر مواطن أمريكي الكونغرس الأمريكي ليس له صلاحيات فيما يخص السياسة الخارجية السياسة الخارجية يتولى سيد ترامب باعتبار أن النظام في أمريكا نظام رئاسي لكن يستطيع الكونغرس التحقيق مع أي شخص هو يحمل هذه الجنسية وهذه الآن عاطت صفحة قوية للدول الأوروبية والدول الإقليمية والعربية التي كانت دائمة وتدعم سياسيا وماديا لعملية الكلام الخليفة حفتر نتكلم عن مشهد سياسي مغاير صدقني خلق صفحة قوية والآن واليوم أغلب الصحف الأوروبية الفرنسية الإيطالية الإنجليزية السويسرية كلها تتكلم أين الاتحاد الأوروب الذي يتكلم عن الديمقراطية وهو يدعم من شخص كان هو عدو للدولة المدنية وضد الديمقراطية وهو ارتكب جرائم حتى أحد الصحف الآن تشير الصحف الإيطالية تقول كيف نستقبل حفتر وهو مجرم حرب لا أتوقع أن الأمر هذا بسهولة أكيد هناك الآن حراق أوروبي وحربي لتخيير هذا التحقيق أو تعطيل هذا الإجراء لكن صدقني المشهد السياسي تغير بالكامل المشهد السياسي الدولي وعلينا نحن كليبيين استثمار هذه الصفحة السياسية وأن تكون هناك قوة سياسية حقيقية تؤمن بمذارية الدولة في ليبيا للتوافق على مشروع دستور حقيقي يكون هو المفصل في تكوين الدولة الليبية الحديثة ولا مبيع الوقت سرقال ورقال هناك حراق قوي بعد هذه الصفحة هناك نتكلم عن انتخابات في 2020 لأمريكا نتكلم عن انتخابات الآن في الاتحاد الأوروبي هناك ربطة سياسية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي حتى الحقوق الآن حتى مجلس الأمن يصدقني هذه الصفحة أمس ماذا يتكلم خاصة سلامة أمس كان يحاور في خليفة حفتر شاهدنا سفرات دول كبرى موجودين في حند الرجل حين خليفة حفتر يتكلمون عليك أنه هو الذي كان يخارب في الإرهاب وهو الذي يؤكد على دعمه للديمقراطية والدولة المدنية والآن أصبح مدهم في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات حدثت حسب القانون الأمريكي وهذا الشخص يمتلك الجنسية الأمريكية للأسف حتى القانون الليبي من يحمل الجنسية المجدودة لا يحق له أن يقوم في منطق قيادي لكن للأسف منذ تأسيس المجلس المواطن الواطن الانتقالي هذا القرار وهذا القناع القرار في من خصم الزوجين الجنسية لم يتم دعمه ولا يتم تركيز عليه إذن نتكلم عن مشهد سياسي مغاير وعلينا نحن كليبين أن نستفيد من هذه الصفحة كيف الاستفادة دكتور؟ كيف السبيل للاستفادة من هذه الحركة؟ وعلينا نحن كليبين دائما نستفيد من هذه الفرصة لأن لهذه الفرصة لا أتوقع أنها ستأتي مرة تانية بسهولة نعم دكتور إسماعيل ما السبيل للاستفادة؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه الأحداث أو هذه التحركات في الولايات المتحدة؟ أولا نتمنى من حكومة الوفاق أن يكون لها دور أكثر في عملية تفعيل هذه التحقيق وأن تكون هذه حكومة الوفاق أن تقوم بتقديم الكثير من المستلدات وكذلك شهود الأعيان في هذا التحقيق لكن الكل يعرف أن حكومة الوفاق حكومة مشتولة من حد الآن باعتبار أن السياسة الخارجية لهذه الحكومة ضعيفة جدا ولا أتوقع أن حكومة الوفاق سيكون لها دور قوي فيما يحدث في التحقيقات لأن هناك تباطي من هذه الحكومة في ضل وزارة هذه الخارجية وهذه السياسة الخارجية المستلعة من قبل حكومة الوفاق لكن يبطل حل المهم على القوة السياسية في ليبيا استثمار هذه الفرصة هذه الفرصة صدقني لن تتكرر مرة أخرى بهذه السهولة هناك فرصة المشهد الدولي تغير بالكامل داعمين الكل سيديين هذا العدوان والآن أصبح خليفة حفتر مجرم حرب مرتكف بجرائم حرب في بلغازي وفي درنة وفي منطق الجنوب والمنطق الغربية ونحن علينا دعم مسار هذا التحقيق بالبغض على حكومة الوفاق أن يكون لها دور إيجابي لكن أكيد هناك دور أوروبية وهناك خراق لدول عربية لتعطيل هذا التحقيق هذا الإجراء متوقع لا أتوقع دخول أعضاء من الكندرس الأمريكي في هذه النقطة بالتحديد لا أتوقع أن الجهود الأوروبية التي يقوم بها بعض الدول الأوروبية لتعطيل هذا الإجراء يستطيعون القيام بذلك لأن الآن بدأت الصحف الأوروبية تتكلم عن هذه الجرائم وتتكلم كيف الدول الأوروبية تمنح لهذا الشخص التأشير للدخول إلى أعراضها وهو مرتكب جرائم حرب في مدينة بلغازي والكثير من الصحف عنهنت على هذا الموضوع نعم دكتور اسماعيل المحيشي المحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف أشكرك جزيل الشكر شكرا شكرا